فيه ست نقاط تم الاتفاق عليها بشكل كبير جدا تحديث اتفاقية باريس فيما يتعلق بالتعهدات وإلزام بعض الدول بتنفيذ تلك التعهدات وقف استخدام الفحم ودهكت خطوة مهمة جدا تقليل امبعاثات غازي الميسان وده برضو أمر مهم جدا بالتالي هيقلل من الامبعاثات الضرة بالبيئة توفير حوالي 100 مليار دولار ودهت النقطة الفيصلية سنويا لمساعدة الدول الفقيرة تحديث قواعد البيانات والسوق الكربون وربطه بشكل تحديث دوري بأن كل دولة لازم توضح كمية الانخفاض في إمبعاثات سانيوكسيد الكربون وتحديد نيت زيرو بحلول 2050 فديكت أهم النقاط تنفذها من عدم تنفذها دواء الكلام حلو دائما ووضع خطوط تعريضة مش موضوع صعب أنه إحنا حنسوي وإحنا حنعمل لكن التنفيذ ووضع الاستراتيجية وخطط العمل هل تم فعلا بدء العمل عليها؟ أكبر دليل على أن التنفيذ بيتم بصعوبة كبيرة جدا منذ ست سنوات واتفاقية باريس كاب 21 تم اتفاق على كثير من النقاط التي تتشابه بشكل كبير جدا مع كاب 26 ولكن معظم الدول لم تنفذها بالأمس أو منذ يومين بصراحة عجبتني كلمة أوباما بشكل كبير جدا قال أن التعاون الدولي يشكل صعوبة ما بين كل الدول وإحنا متأخرين بشكل كبير جدا في تحقيق أهداف اتفاقية باريس فما بالك بالأهداف التي يتم وضعها حاليا فأتمنى أن تحقيق الأهداف يتوقف على التعاون الدولي تعاون الدول التزام الدول تنفيذ الاتفاقيات بشكل واضح حوالي 100 دولة تم الموافقة على أن نيت زيرو من الكربون بحلول 2050 أتمنى تنفيذ ذلك العواقب ستكون كبيرة جدا في حالة عدم تنفيذ التعاونات التي ألزمتها طب الآلية الآلية التنفيذ فين وهل هي ملزمة هذه الدول بالتنفيذ يعني ممكن نضع خطة ممكن نضع قوانين ممكن نضع استراتيجية ممكن نبدأ أن ننفذ بس ممكن ما نلتزم ممكن في أحد في نص الخط يجي يقول لأ أنا يعني غير ملزم للأسف الشديد بالفعل حدث قبل كده ونتوقع قد يحدث لما ترامب طلع وقال إحنا خارج اتفاقية باريس إحنا لم نلتزم بالتفاقية باريس لا تمثل لنا أي شيء ولما جاء بايدن قرر أن هو هيلتزم أكتر التعهدات بيكون أكتر بخطط بتنفيذها الدول وخطط دي بتبتدي على المدى البعيد وعلى المدى القريب خلينا ندي على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن هما ينتجوا 45% من الكهرباء عن طريق الطاقة النظيفة بحلول 2030 ودوء شيء مطمئن إلى حد ما ولكن هل هو كافي هل هو يكون قادر على تقليل الإنبعاسات بشكل كبير جدا ده نقطة لسه محتاجة دراسة أكتر كل دولة محتاجة أنها تضع الاستراتيجية التي تجدها ملأمة للوضع الحالي وتكون قادرة على تحقيق الأهداف التزام الدول ينبع من السياسات الداخلية للدولة وينبع أيضا من السياسات الخارجية والتعاون مع الدول الأخرى السياسات الداخلية للدول بشكل كبير جدا بيحكمها رأس المال ويحكمها القرارات النتجة عن تغير السوق وبما في ذلك شركات المنتجة للغاز للوقود الأحفرية فبالتالي بعض قراراتها تكون صعبة في التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة طيب بوريس جونسون يقول أنه متفائل جون كيري يقول أنه هناك إعلان مشترك بين واشنطن وبكين لكن إلى الآن لم يتم الإعلان عن أي خطط عن أي أرقام 100 مليار هو الرقم الموضوع لكن كيف سيتم تقسيمه من سيدفع بالنسبة للدول الفقيرة موضعها كل هذا الكلام لسه ما أحد يعارفه أنا متفق معك جدا ده أكبر دليل أن الصين لم تحضر اجتماع جي تونتي اللي هو كان الاجتماع قبل كوب توني سيكس وكان في الحقيقة كان أمر مخيب للأمال ده بالإضافة أن الصين والهند بدأوا يحطوا أهداف بعيدة المدى أزيد من تونتي ففتي بيتكلموا في تونتي سيكستي وتونتي سيبنتي أن هما يحققوا تقليل الإنبعاثات ساني أكسيد الكربون وده حاجة في الحقيقة يعني كانت مخيبة للأمال إلى حد بعيد نظرة التفاؤل لازم تكون موجودة لأن إحنا بنشتغل في العلم بنشتغل في الأبحاث بنبذل قصارى جهدنا أن إحنا نجد بعض الطرق اللي تقلل على سبيل المثال إمبعاثات ساني أكسيد الكربون إمبعاثات الميسان وما إلى ذلك لكن تنفيذ السياسات ده بتهيأ لي محدش يقدر يضمنها لأن دوت أمر صعب شوية لأن الدية تعتبر مصالح بعض الدول مع بعض الدول الأخرى زي اتفاق بكين مع اتفاق واشنطن ألن يتم الاتفاق على قانون عقوبات في حال لم يتم الالتزام لأنه يعني صراحة هذا الرأي الأغلب أنه كله بيجي يجتمع ويتكل ويضع خطط بس التنفيذ هو الكلام على التنفيذ ألا يوجد قانون ملزم قانون عقوبات مثلاً أنا أتمنى أنه يتم تفعيل البصمة الكربونية لكل المنتجات اللي بيتم إنتاجها من أي دولة في حالة تفعيل البصمة الكربونية والكربون تاكس في الحالة دي كل دولة هتبتدي تفكر إيه هي المنتجات اللي هي بتصدرها وبالتالي المواطنين هيبتدوا يختاروا المنتج اللي أقل في الإنبعاثات الكربونية ويبتد يتجه لي السياسات لو كانت خارجية أو إلزامية لبعض الدول فأنا أتمنى أن السياسة اللي نقوم بها كأفراد قادرة على تقليل الإنبعاثات خليني أدل حضرتك مثال البصمة الكربونية لأي فرض في أمريكا هي حوالي 11 متر كتن من الكربون في بعض الدول الأفريقية لا تتجاوز 0.01 متر كتن في بعض الدول اللي موجودة في الخليج بتصل إلى 35 متر كتن فالأرقام بتتفاوت من دولة الأخرى دوت على حسب إنتاج الكربون اللي بينتجه لكل فرض فأنا أتمنى أن المنتجات اللي طلعها من كل دولة يتم إصدار عليها البصمة الكربونية للمنتج المحدد بعينه بحيث أن نحن نكون قادرين على اختيار أنه منتج ودوت بالتالي هيلزم الدول بشكل كبير جدا أن هما يختاروا المنتجات أو يحددوا أو يقللوا استهلاك الوقود الأحفري طيب السؤال سريع باختصار ضغط النشطاء اللي احنا بنشوفه الآن في كافة الدول للخروج بنتائج مرضية من هذه القمة هل فعلا يضع ضغط على القادة ولا هما بتكلموا مع نفسه بيفرغوا كده الغضب اللي بداخلهم بس ده يعتبر أهم من نقاط في الحقيقة اليوان أو يوان مش هتقدر أن هي تلزم بعض الدول بس هي هتقدر أن هي تراقب بشكل دوري الإنبعاثات النتجة من كل دول وتبتدي تراقمها وترصدها بشكل جيد لكن المنظمات الداخلية الغير هدفة للربح الغير حكومية هي هيكون لها دور الرقيب الداخلي على تنفيذ هذه التعاهدات فبالتالي إحراز بعض التقدم في بعض التعاهدات ده هيكون لي بشكل كبير جدا بعض الدور القادم من المنظمات الغير حكومية جميل يعني على الأقل تعبهم وأصواتهم ما ستروح على الفاضي كلهم دور شكرا جزيلا لك من واشنطن أستاذ علوم البيئة والتكنولوجيا في جامعة ميريلاند عمر حسنيني أعطيك ألف عافية ترجمة نانسي قنقر